اشتركوا في القناة وكمين هنشوف هي دلوقتي بقت عاملة ايه واخيرا هنعرف بقي عيلة الجمل بقوا عاملين ايه دلوقتي فيديو اليوم مهم جدا وكل اخبار تهم كل الفانس بس كملوه وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل يلا بينا نبدأ في البداية مستر احمد عمل تحدي خطير جدا في كل العيلة وبدأ التحدي ببرنسا مصر لكن الحمد لله عدى على خير وجيه دور ايه احلى وبجد كانت خايفة جدا ومترددة تعمل التحدي ده والله يا جماعة كانت بتيرى قرآن كمان لانها كانت مرعوبة جدا انها تمسك الخشبة وبعد كده تقع وللأسف ده هو اللي حصل ايه احلى واعت واعتها جمدة جدا بجد واجعت قلبنا كلنا عليها اتخذ دينا قوي خاصة انها واعت على ظهرها تعالوا نشوف الوقع الصعبة دي والخطيرة لآية احلى ونرجع لك على طول طبعا يا جماعة كان المفروض مستر احمد يعمل سافتي للتحدي ده يعني يحط مراتب في الارض عشان اللي يقع يقع عليها واكيد هو هيعمل كده يا رب ايا تكون بخير دلوقتي وفي اخر بحدي روحوا عن مستشفى تعالوا للملاحظة اللي معانا قبل ما نروح ونتمن على اياه احلى فاز كتير قالوا ان دموع بيبي حياة وبكاها كان على اياه احلى لكن يا جماعة لأ حياة كانت بتبكي بكاها شديد بسبق صالح لانه خد حاجة بتاعتها وكانت عوزاها منه باي طريقة وفي الوقت ده اياه احلى كانت بتتوجع وكلهم كانوا مغضوظين عليها حرفيا ودلوقتي تعالوا البقى نتطمن على اياه احلى والحقيقة اليوم اياه شركتنا بيومها في المستشفى بعد التحدي على طول وزي ما شفناها مبارح هي فعلا كانت في المستشفى مع الحاجة هند وامنية القوة وانه ده حموم بس هي يا جماعة مع الدهاج برد هي دهرها وجعها جدا بسبب الوقع ورحت عشان تعمل الف حصات اللازمة اياه احلى وعد حوالي 6 متر على الارض بس احمد وعدنا انه يعمل سفتي بعد كده في التحديات المهم يا جماعة الحمد لله هي بخير وعندها 16 كدمة وهتاخد 6 حعام واتمنوا عليها ان دهرها الحمد لله ما حصلش فيه اي حاجة تعيلوا بقى لباقي العيلة ويا حرم مش عارسين حصل لهم كلهم ايه ومنهم بننسى مصف كان ضغط واطي جدا بقى 60 والمفروض الطبيعي يكون 90 كما ظهرت وكان شكلها تعبين جدا من البرد وقدامها شنطة فيها ادوية انسى المرة دي قال ان انت كيف هو السبب طبعا ايه احلى ما عندهاش برد زي ما قلنا وختموها بالاستورة وقال انه بقيله اربع شهور عنده مشكلة في الاحبال الصوتية ولازم يروح لدكتور انسى اذن وحنجرة فاستاذ عنا على ايه احلى وباقي العيلة امنية القوة كانت بتهذر وقالت ان الاستورة ما عندهوش حاجة وخان معينا محلول كده عشان يبقى زيناه طبعا ربنا يشفيهم كلهم ونتمنى لهم الشفاء العاجل وبجد يا جماعة كل العيلة مغضودين ايه اللي حصل لهم ممكن يكون تكيف او برد لكن اية احلى وقعت على ظهرها وده من تحدي مستر احمد وردو الحمد لله انها جت على قد كده ربنا يشفيهم كلهم ويعفوا عنهم عاوزين من كل الفنز حبايبنا يدعو العيلة الجمل بالشفاء العاجل وبس كده فيديو اليوم كان صغير شوية بس استنونا فاقول فيديوهات مع عيلة الجمل سؤال الفنز الفيديو اليوم هو قلنا في الفيديو اي احلى هتاخد كيم هنا قلنا في الكومنتات شوفوا الفيديو للاخر وحلوا السؤال وكملوه معينا عشان تشوفوا اسامي احلى فنز برنسا مصر وهنا وصلنا للنهاية ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم الفيديو جايز بحبكم جدا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة